مجلسة النادي الأهلي ما أصفر عنه هذا الاجتماع خمس قرارات مهمة تضع الأمور في نصبها استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ الليلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية المباريات الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز وكذا إهدار حقوق بعض الأندية من جراء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري والتي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها في وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وتطرق المجلس إلى دراسة جدول الدوري منذ بداية الموسم وتعاون النادي الأهلي في الكثير من الأوقات وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات الحقت بفريق الكرة أضرارا عديدة وعدم التعقيب من جانب النادي على التأجيلات المتكررة للمباريات حرصا على استقرار المسابقة وتهديئة للأجواء أملا في أن يطلع الكل بمسؤولياته ويحافظ على حقوق كل الأطراف وشهد الاجتماع أيضا مناقشات طويلة حول الضرر البالغ الذي سوف يلحق بالنادي الأهلي مجددا من جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية وحاجته إلى فترة زمنية تكفي للتجهيزات الفنية والإدارية في ذات الوقت ينتهي القيد الإفريقي للأنبية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية سوف ينتهي 31 سبعة 2019 وبالتالي لن يكون هناك وقت سوى أسبوع واحد فقط للقيام بكل ما سبق الإشارة إليه فضلا عن خطورة تلاحم المواسم والتي تسببت في إصابات اللاعبين وفقدانهم لمستواهم البدني والفني وانطلاقا من الثوابت وحرصا على مصلحة النادي الحالية وفي الموسم الجديد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في نهاية اجتماعه الطارق ما يلي أولا عدم استقبال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على راحة كافية على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والموسم القادم بما يضمن راحة لعبيه وقيام النادي بتجهيزات بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد تفاديا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم ثانيا عدم خوض مباريات بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين للدوري قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق ثالثا الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في توقيت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز رابعا عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم خامسا وأخيرا مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتين الدوري والكأس بما يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد خمس قرارات حاسمة من مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارق اليوم تضع الأمور في نصابها وتحدد بوضوح موقف النادي الأهلي بشأن ما تبقى من مباريات الدوري العام التي يود النادي الأهلي وهو مطلب لجميع الأندية ولجموع جمهور كرة القدم أن يكون هناك شفافية ولعب نظيف وأن تنتهي مباريات الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية شكر جزيل لحضرتك كابتن إسلام ولدوفك الكرام التعليق متروك لك وإن شاء الله نتواصل هاتفيا إذا مرغبت الاستفسار عن أي من هذه القرارات تحيات لحضرتك وإليك الميكروفو شكرا